مليون مبروك لأعضاء ومجلس الإدارة في النادي الأهلي أكيد مليون مبروك للجهاز الفني والكل اللعيبة هو ده النادي الأهلي وهي دي يعني مكانة النادي الأهلي مبروك برونزية كأس العالم للأندية للمرة التانية على التوالي وللمرة التالتة في تاريخ النادي الأهلي طبعا بعد اللقاء جامد جدا كلنا شفناه وتابعناه وساعدنا به وياتحق من خلاله الفوز والانتصار على فريق الهلال السعودي بربعية نظيفة عشان يعني يبقى النادي الأهلي هو أول نادي في العالم يحقق هذا الإنجاز وطبعا قبل الفرحة بالميدالية ففيه فرحة أجمل وأجمل بالأداء وبالروح العالية للعيبة اللي شفناها في الملعب وبشخصية البطل اللي كانت حضرة كل ده مع جهاز فني بخيادة مدرب كبير وواعي وعارف إزاي يوظف كل إمكانيات اللعيبة بتوعه وطبعا كل ده أكيد قبل منه توفيق ربنا سبحانه وتعالى وتكون النتيجة في الآخر يعني فرحة كبيرة جدا وإنجاز جديد في تاريخ النادي الأهلي العريق في جميع يعني البطولات اللي بيشارك فيها وفي كل الرياضات الحقيقة الجماهير العظيمة اللي طبعا تستحق إن احنا نتوقف عندها بكل التقدير والاحترام والامتنان الجماهير العظيمة اللي فضت ورا الفريق في كل مكان سواء بيسفروا وراهم أو موجودين هنا ولكن دعوتهم لا تنقطع وقلوبهم كلها كانت مع جماهير مع العيبة النادي الأهلي فدايما الحقيقة جماهير النادي الأهلي هم الداعم الأول لكل الفرق وفي كل الرياضات المختلفة حصولك على برونزية المونديال لنسختين متتاليتين طبعا فرحة نسيك كل الصعوبات وكل التحديات اللي يعني قابلتها خلال الفترة الأخيرة مبارح واحنا بنتفرق كلنا على المتش يعني كنا فعلا قاعدين مبسوطين جدا بمهارة عبدالقادر وبتسر يعني تصويبات السورة